اشتركوا في القناة اختحبت المزلقان بسرعة وراحت ضربة غفير المزلقان توفى في الحال هل تم القبض على الجاني؟ تم القبض عليه ونحتسبه عند الله شهيد ويعني احنا برضو لو في حد يمات على المزلقان غير غفير المزلقان الدينة بتقوم علينا يعني لو في عربية اختحبت مزلقان وقطت جيدة عربها وحدت صاب الدينة ايه بقى السيكة الحديث ده غفير واقف يقضي وقبه وعربية تجد تضربه ومات ولا كده في حال حصل بالرغم حضرتك ان عشان تعدي اي حد يعبر مزلقان سيكة حديد فيه قرار جمهوري حضرتك بيونص ان ما فيش حد يعبر حرم سيكة الحديد الا يقف قفتان ويبص شمال ويمين انت تعدي شريط سيكة حديد تبص شمال ويمين وبعد كده تشوف الحاجة لا وتعديه ده قرار جمهوري ألاو على كده حضرتك ان فيه حاجات بتقابل المزلقان بتقول له خد بالك انت داخل على مزلقان وفيه أجراص وأدواء شجالة وبعدين فيه علامة احترس علامات احترس موجودة وانتاخل بسرعة جمد هل مش شاف غافل المزلقان احنا في الحالة دي منتظرين طبعا القانون هو يعني الفايصل وبإذن الله يجيب له حق والله يرحمه ويصبر كل أسرته احنا بدينينا عقاها طبعا ويارحمه واحنا طبعا هنتكلم مع حضرتك النهاردة حتى يعني عن هذه المسألة وغيرها من الأمور لكن خليني أسألك يعني باش مهندس حضرتك معالي وزير أمر بصرف قبل شهر ألف جنيه فوري لأسرة المتوفر يعني تم صرف فور ده بس مبلغ فوري كده لسه لكن بإذن الله يتم تعاودهم بشكل مناسب إن شاء الله بإذن الله طبعا ما فيه شيء بيعوض عن الروح لكن في النهاية هي بتبقى مساهمة معنوية وبالنهاية أنها يعني عائل الأسرة بيكون راح فالله يكون فعونهم يا ربو يقدركوا بإذن الله لأنكم يعني يتم كفالة هذه الأسرة بالشكل المناسب